الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأن تتجعل الحزن إذا شئت سهل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلاك أنت العليم الحكيم اليوم إن شاء الله نقرأ حكمة من حكم سيد بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه يقول فيها لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك لستعملك من غير إخراج لا تطلب منه أن يخرجك من حالة استعملك فيها هذه الحكمة ولو أن كلامها قليل لكن فيها سر سعادة الإنسان وفيها تفسير لسبب شقاء الإنسان حكم أهل الله وكلام أهل الله ولو كان كلمتين أو ثلاثة فيه سعادة كل مخلوق ونسيد بن عطاء الله السكندري يتكلم عن رغبة الإنسان في الخروج من الحالة التي هو فيها إلى حالة تانية كأن يكون مريضا فيشتهي الشفاء أو العافية ويكون فقيرا فيشتهي الغناء هذه الشهوة النفس ومتطلبات النفس هي سبب شقاء الإنسان هذه النقطة الإنسان لما يكون له طلب يكون في حياة معينة في وضع معين ثم تشتهي نفسه شيئا لما الإنسان يكون في وضع ما ثم تشتهي نفسه شيئا هذا يذل على أنه يشعر بنقص ويشعر بحاجة وهذا النقص لا يرى كما له إلا في أخذ مراده وطلبه فمثلا يكون في وضع فقير فتشتهي نفسه المال فيقول أنا لازمني مال فكأنه يقول أنا في شقاء وأنا في نقص ولا يمكن أن تكمل سعادتي إلا بهذا المال هنا حكم على نفسه بالشقاء لما اشتهت نفسه هذا الطلب وتوقع أن تأتيه السعادة بطلبه أي بالمال فهذا النقص أراد أن يكمله بنقص لأن المال فاني والمال مخلوق والمال نقص في ملك الله وأراد سعادته وكماله بالناقص فحكم على نفسه بالشقاء فيأخذ المال ويطلب المال ويقضي عمره كله يركض وراء المال ولا يتوقف أبدا وكأنه يغوص في شقائه لا يخرج منه أبدا ما دام يركض وراء طلبه إذن الإنسان مخلوق فيها الدنيا له حاجات وله طلبات هل يتوقف عن طلبه هنا الشيخ يقول إذا استعملك الله في حاله أنت في حالة معينة فلا تطلب من الله تشتهي نفسك أن تخرج من هذه الحال ارضى بما أنت عليه وكأن الشيخ رضي الله عنه يقول لا تأخذ من الدنيا إلا اللحظة التي أنت فيها ما فاتك وما مضى ذهب بلا رجعة لا يمكن أن تغير فيه شيء وما هو آتي لا تملكه ولا تدري أتدركه أم لا تدركه فاعش الساعة التي أنت فيها واللحظة التي أنت فيها ولتكن لذتك وجودك في مقام اختاره الله لك يا إخواني الإنسان في هذه الدنيا لا يملك زمام كل شيء لا يملك زمام الأمور الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه والله سبحانه وتعالى يختار له وسعادة المؤمن رؤية اختيار الله له وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة الوضع الذي أنت فيه هذا وضع اختاره الله لك إلا إن كان نقصا أو معصية فإنك تسعى لتخرج منه امتتالا لأمره لا شهوة لنفسك وطلبا لنفس لأن حتى في الطاعات ممكن النفس يكون لها حض وتريد أن تخرج من مقام المعصية إلى مقام الطاعة لترى نفسها أنها طائعة لله سبحانه وتعالى إذن لا تخرج نفسك بنفسك من حال اختاره الله لك تنعم وتلذد باختيار الله لك فهذه اللحظة التي تعيشها وهذه الساعة التي أنت فيها هي التي تملك أما الماضي والمستقبل فلا تصرف لك فيه هنا ممكن إنسان يتساءل يقول فلماذا الأمر والنهي من الله فالله سبحانه وتعالى مثلا طلب منا أن نؤدي الزكاة وطلب منا الحج وهذه أمور طاعات كلها يجب لها مال إذن يجب أن أعمل وأشتغل لأكسب المال لأؤدي هذه الفرائد إذن ما العمل هل أقعد بدون عمل بدون طلب هنا النقطة الفارقة بين المؤمن الموحد لله وبين الغافل عن الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يطلب ويسعى امتتالا لأمر الله والغافل عن الله يطلب شهوة لنفسه وممكن أن يخبيها خلف أنه يريد طاعه وهذا أدب عظيم يجب أن يكون للإنسان مع الله وللمؤمن مع الله لا يعمل الأشياء لنفسه وطلبا لشهوة نفسه ولكن امتتالا لأمر الله فالله سبحانه وتعالى يقول لك اشتغل واعمل واكسب المال فتقوم بهذا الجهد لأن الله أمرك ليس طلبا لنفسك لشهوة نفسك لذا ينتبه الإنسان في المعاملة مع الله الله سبحانه وتعالى ممكن أن يقول لك مثلا اسعى واعمل وأطعني وصلي وسأدخلك الجنة هذا الله سبحانه وتعالى يتكلم ويعيد عباده بالعطاء لكن إذا عملت وصليت وذكرت وصمت وسألك الله قال لك لما عملت هذه الأمور انتبه أن تقول لله ويكون جوابك يا رب أطعتك لتعطيني الجنة ولتدخلني الجنة لكن تقول له يا رب أنا عملت العمل امتتالا لأمرك وليس طمعا في عطائك هذا هو الفرق لأن العطاء تطلبه النفس وامتتال الأمر تطلبه الروح النفس تحب العطاء فتقول أعمل كذا وكذا ليعطيني الله هذا العطاء فهذا طلب نفس أما الموحد فإنما يعمل طاعة لله امتتالا لأمر الله لماذا صليت لأنك أمرتني لماذا كسبت المال لأنك أمرتني فتكون تحت أمر الله وتحت تصرف الله لا طمع لنفسك ولا حاجة لنفسك فهذا هو الموحد الذي يتلذذ بالامتتال لأمر الله ويتتلذذ باختيار الله له فالنفس لها مداخل النفس لها مداخل ولو في الطاعات ولو في العبادات ولو في المعاملة مع الله دائما النفس لها مداخل دائما لها مطلبات لكن الشيء الوحيد الذي تكرهه النفس هو امتتال أمر الله لأنه أمر من الله هذا تكرهه النفس دائما النفس تحب العلل أعمل كذلك كذلك لا ما دام الله طلب وأمر فنحن نمتتل ونرضى باختيار الله لنا السيدة هاجر رضي الله عنها زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما الله سبحانه وتعالى أمره قال له خذ زوجتك وابنك إسماعيل وخذهما إلى مكة مكة ليست مكة مكة الآن مكة يعني الصحراء القاحلة لا خضار ولا ماء ولا عمار ولا أحد ساكن في هذاك المكان الصحراء القاحلة فأمره الله فامتتل أمر الله لماذا لا يوجد لماذا خذ افعل افعل فأنا حيث أمر الله وحيث اختار الله لي فسيدنا إبراهيم أخذ سيدة هاجر وابنها اسماعيل وضعهم ما في الصحراء لا شيء لا شيء لا حياة ولا طعام ولا ماء فالسيدة هاجر المؤمنة التي تربت بين يدي النبي سيدنا إبراهيم وهذا الفرق بين الإنسان الذي تربى على الإيمان والإنسان الذي أخذ الإيمان وراته من أبوه من أمه هذه تربت على يدي نبي فما كان سؤالها لماذا لما وضعت ورأت نفسها في هذا الحال السؤال الوحيد الذي طرحته قالت له يا إبراهيم الله أمرك بذلك يعني هذا أمر الله وطلب الله واختيار الله قال نعم قالته إذن لا يخذلنا يعني خلص ما دام الأمر من الله واختيار الله فنحن نمتتل وليسنا لا طلب لعل لماذا أو كيف هذه كلها النفس تريد أن تهرب وتتهرب من أمر الله وتبحث عن شهوة لها فتريد أن تهرب من الأمر فتسأل هذه الأسئلة أما المؤمن ليس له سؤال أنا حيث أمر الله وأنا حيث اختار لله فالحمد لله لا اعتراض على أمره أما إذا اشتهت نفسك فإنها لا تشتهي إلا ناقص وهذا يكون كثير حتى مع الذاكرين الذاكر الذي يكون عند شيخ يتعلم ذكر الله ويذكر الله لكنه يدخل الذكر بنفسه فيذكر وله طلبات وينتظر أمور ممكن هذه الأمور الروحية يريد نور يريد صفاء يريد صفاء قلب يريد طمأنينة يريد بعض الأمور يتخيلها أنها ستأتيه مع الذكر أو أمور مادية يريد أن يذكر فتتيسر أموره وتقدع حوائجه فيدخل الذكر فيجعله الله في حال أنت امتتلت أمر الله وطلب منك الشيخ أن تذكر هذه الكمية هذا الوقت فتقوم بما أمرك به الشيخ لكن النفس تأتي وتقول تريد طلباتها أنا ذكرت الله سنة ما رأيت شيئا أنا ذكرت الله خمس سنين ما تيسرت أموري أنا فعملت كذا والتزمت بالأوراد لكن الحال لم يتغير لا هذه الكلمة وهذا الكلام الذي ينطق به الذاكر يمكن أن يبطل الذكر عشرين والثلاثين سنة بكلمة هذا ليس بشغلك ولا أمرك هذا أمر الله واختيار الله أنت أنت ذكرت امتتالا لأمر الله قال لك الله اذكروني اذكر الله ذكران كثيرا فذكرت الله أما أين يضعك الله وأين يختارك لك الله فهذا أمر الله لا دخل لك فيه تذكر أحسست ارتقيت مرتقيت شفت كذا صفاء هذه الأمور ليست بشغلك هذا شغل الله فالله سبحانه وتعالى يختار لك وأنت ما لك إلا التسليم لأمر الله تسلم لأمر الله وتسلم أين وضعك الله وجعلك الله وما اختاره الله لك فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختار فسيدنا بن عطاء الله في هذه الحكمة يقول الله لا تطلبهم أن يخرجك من حاله هو اختارها لك ولو أراد أن يستعملك في حالة تانية لاستعملك فيها دون إخراج فكأنك تريد أن تعلم الله بدينك تعلم الله ماذا يجب أن يتصرف معك وماذا يجب أن يعطيك وإن يجب أن يضعك وهذه قلة أدب عظيمة مع الله سبحانه وتعالى فلينتبه المؤمن من طلب النفس متى ما اشتهت النفس أمرا فاعلم بأن مدخلا من مداخل الشيطان والنفس ممكن أن تفسد الأعمل ولو كان عظيما مهما كان هذا العمل من عمل دنيا أو من طاعات أو من أذكار ممكن أن يفسدها الإنسان بكلمة وخصوصا إذا تكلم ونطق وقال أنا لا أصلح أنا ذكرت لكن لا فائدة مني أنا عرفت الشيخ من 15 سنة ومن 20 سنة لكن ما مجرد الإنسان ما يتكلم بهذه الكلمة إنما يريد أن يعلم الله أنت ما عليك إلا أن تجتهد فيما طلب منك ودعه والذي يختار لك هذه لا ينتبه لها الأخ لا ينتبه لها الأخ في سلوكه مع الشيخ دائما يريد طلبات نفسه سلم لاختيار الله لك افعل ما طلب منك وإنما مفسدك وهلاكك أن تطلب وأن تعلم الله وتريد أن تعلم الله ماذا يختار لك يا إخواني الله خلقنا بيده ونفخنا في الروح من روحه وأغرقنا في نعمه وجعلنا في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا بأوليائه كل هذه الاختيارات اختارها الله لك نعم بعضها فوق بعض نعم متراكمة هل بجهدك هل باجتهادك هل بعملك هل بذكرك هو اختارك لك كل هذه الخيرات وهذه الفضائل والآن تريد من الله سبحانه وتعالى وتقول له الآن لم تختر لي جيدا بعدما كل ما أغرقك في النعم الآن تقول له يا رب الذي اخترته لي ناقص الحال الذي أشعر به ناقص نفسي تعبانه ذكري لم يعطيني صفاء ذكري لم يسر لأموري أصلي وأعبد لكن الحياة متعسرة الآن نسيك ما ما أغذرك يا ابن آدم وكم أنت سريع النسيان لفضل الله عليك كل هذه العطايا أعطاك ما أعطاك ليقطعك الآن وما فضلك ليتركك الآن ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك أعطاك وأغرقك في النعم ليس اليوم وليس الآن الذي ينساك فيه الله الله لا ينسى عباده الله لا ينسى لا ينساك بعدما تفضل عليك بكل هذه العطايا الآن ينساك بعد أن أجلسك بين يدي أوليائه وبين أن تعلمت ذكر الله ومحبة الله منهم وشرفك بأن تجلس وتقول الله الله فإنه اختيار من الله وإن طلب مني الشرع أن أسعى إلى حال تاني أسعى امتتالا لأمر الله وليس طلبا لشهوة نفسي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ورزقنا الإخلاص وحسن الأدب في المعاملة مع الله السلام عليكم ورحمة ورحمة جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة